اشتركوا في القناة ولاية امير المؤمنين تعلن بحيث ان الخطيب والمدرس والمتحدث والكاتب في الازان والاقامة والتشاهد في الصلاة كل لازم يكون محمد رسول الله علي الولي الله في التشاهد في الصلاة كمان انا مش عارف انت ليه مش بتذكروها في التشاهد عشان ايه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبدوه ورسوله واشهد ان عليا وليه وصفيه هي مفروضة كما فرضت الصلاة والصيام تعلن ولاية امير المؤمنين ويمتق بها عيانا لا 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 احنا لازم نعمل الصح هني اخونا معروف بيقول ان احنا مش عاوزين نقول ان الاساس الخلافة لا دا هي دي اول حاجة هو دمر الامة الاسلامية الى الخلافة دا هي دي لو اصححت وعلم الناس جميعا ان رسول الله هو نبينا محمد وان بعده تماما هو امير المؤمنين عليه هي دي اساس العقيدة عشان نفهمها لان لا يمكن تجبر في اي خطوة وانت توالي اعداء الله وعداء عسول الله وآل البيت المسلمون يوالون الاعداء الان يوالون اعداء الله الكارسة حطت عليهم من كده الطم الكبرى تقوموا تقولي هو ده اساس البلاء كله اساس البلاء ان الناس الان يصلون ويصومون ويزكون وقد دموا و احبطوا اعمالهم لانهم يوالون اعداء الله هذا هو الذي قصدته بحديث الفطرة الصادقة هؤلاء اناس جاءوا مخلصين تركوا ما تركوا تركوا دين آبائهم وتركوا الكثير يستشعرون هذه الحقيقة بفطرتهم و هذا هو منطق الفطرة اتعلمون ان الاحاديث الشريفة عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه و عن آبائه الأطهار تفسر لنا معنى الفطرة هم فسروا لنا معنى الفطرة ما معنى الفطرة في ثقافة الكتاب والعترة ائمتنا قالوا لنا في رواياتهم في احاديثهم الفطرة لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذه هي الفطرة هذه كلماتهم و رواياتهم هذه احاديثهم لا ادري ان شخ حسن شحاتة قرأ هذه الرواية او لا مرت عليه او لا لكن الرجل كغيره من الذين اقبلوا على التشيع باخلاصا و بفطرة نظيفة يتحدث بمنطق الفطرة الشيعية الواضحة وهذا هو منطق القرآن و منطق العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها لكننا ماذا نصنع مع هذه العمائم المحجوبة عن الهدى كل عمامها الكبره ضلال في ضلال تحمل في طياتها الشياطين و الضلال و الظلام و الفتن مثل ما وصفوهم النبي وصفهم من ان الفتن تخرج منهم و اليهم تعود و هل هناك من فتنة أشر من منع الناس من ذكر علي في صلاتهم الذي هو سبب قبول الصلاة و سبب صحتها و حينما لا يذكر سترمى هذه الصلاة بوجه مصليها و تقول له ضيعتني ضيعك الله و الله الروايات هكذا تقول و سأقرأ عليكم ماذا أقول لكم عندي كلام كثير ولكن الوقت يحاصرني فأنا في سباق مع دقات هذه الثواني أعود إلى ما قلته لكم قبل قليل من أننا إذا تساءلنا أين يجب ذكر الشهادة الثالثة لفظا مثل ما هي عقيدة ثابتة في قلوبنا أين يجب التصريح بها ارشدونا قلوا لنا في أي مكان ليس لها من مكان إلا التشهد الوسط والأخير هذا هو منطق العقل إنني أتحدث عن العقل الديني المشبع بثقافة الكتاب والعترة هذا هو منطق العقل الديني وهذا هو منطق ثقافة الكتاب والعترة وهذا هو الذي تهش إليه النفوس وتبش إليه القلوب وهذا هو الذي يتعانق مع الفطرة الشيعية النظيفة مثل ما كان يتحدث هذا الرجل الذي أقبل صادقا على التشيع ومثله كثير الكلام ليس خاصا بشيخ حسن شحات هذا الكلام ينطبق على كثيرين ممن صدقوا وأخلصوا وأعرضوا عن أمور مهمة كثيرة وهجروها وهاجروها وأقبلوا على التشيع لعلي وآل علي حينما نعود إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن الآية تخاطب رسول الله أن يعلنها أن يصرح بها فهل من المنطق أن الله يوجب هذا الأمر على رسول الله ولا يوجبه عليه مع أن الآية في أصلها هي موجهة لي ولكم لأن الخطاب في الآية بلسان إياك أعني واسمعي يا جار رسول الله صلى الله عليه وآله ليس محتاجا أن يخاطب بهذا الخطاب لكن الخطاب حين يكون مع رسول الله هكذا قطعا سيكون معي أشد وأشد إذا كان خطاب الله مع حبيبه هكذا فكيف سيكون خطابه مع عبده هذا ألا شيء قطعا سيكون الخطاب الإلهي إلي وإليكم بشكل أقوى وأعظم وأشد مما خوطب به رسول الله الخطاب هنا بهذا الأسلوب بأسلوب إياك أعني واسمع إيا جار رسول الله يطالب بالتصريح وهذا التصريح إن لم يكن فما بلغت الرسالة أي درجة من الوجوب هذا فهل يعقل أن يجب ذلك على رسول الله ولا يجب على جنابي المحترم ماذا تقولون أنتم فإذا وجب على جنابي المحترم فأين يجب في أي مكان أنا شيعي هذا الذي أقبل إلى التشيع يجب عليه حين يعلن التشيع أن يشهد بالشهادة الثالثة بعد الأولى والثانية ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد هذه شهادة والشهادة قول وهو قول عن شيء أنا كنت قد حضرته وولاية علي حاضرة في نفسي فلا بد أن تكون الشهادة مستمرة وبنحو الوجوب فأين ستكون تلك الشهادة مستمرة وبنحو الوجوب إلا في الصلاة لأنها مستمرة وبنحو الوجوب وأفضل وأفضل موطن لها التشهد الوسط والأخير لأن التشهد الوسط والأخير يشتمل على الشهادة الأولى والثانية وجوبا فلابد من وجود الشهادة الثالثة وجوبا أيضا القرآن جزء من الرسالة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ومع ذلك فإن القرآن يجب علينا أن نقرأه وأن نصرح بقراءته متى في الصلاة سؤال هل يجب علينا أن نقرأ القرآن في حياتنا نعم في الصلاة خارج الصلاة لا يجب علينا وجوبا شرعيا أن نقرأ القرآن وبصوت عال وبترتيل أن نرتل القرآن سنأتي على بيان معناه الترتيل هنا ما هو الترتيل الذي يدرس في مدارس تجويد القرآن هناك الترتيل شيء الترتيل هنا بحسب ثقافة العترة الطاهرة شيء آخر أعود إلى معنى الترتيل بعد ذلك ربما في الحلقات القادمة لا أجد وقتا لبيان كل المطالب في هذا الوقت الضيق سؤال هل يجب علينا أن نقرأ القرآن نعم فقط في الصلاة وفي الصلوات الجهرية يجب على الإمام أن يسمع المأمومين بقدر ما يستطيع قطعا بالحد المقبول ويجب علينا إذا ما صلينا في الصلوات الجهرية أن يكون صوتنا مسموعا ويجب علينا في صلاة الجماعة إذا كانت الصلاة جهرية أن ننصت للقرآن حينما تأتي الآية الرابعة بعد المئتين بعد البسملة من سورة الأعراف وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بحسب تفسير علي وآل علي المصداق الأعلى والمعنى الأول حينما يقرأ الإمام في الصلوات الجهرية ويكون صوته مسموعا عند المأموم يجب على المأموم أن ينصت وأن يستمع للقرآن الذي يقرأه الإمام إذن هناك قراءة واجبة للقرآن أين تكون في الصلاة هذه قراءة واجبة وهناك استماع وإنصات واجب يكون حينما تكون الصلاة جماعة وفي حال الجهر وصوت الإمام مسموع عند المأموم يجب شرعا على المأموم أن ينصت لقراءة الإمام فلا يجوز له أن ينشغل بشيء آخر هذه أحكام القرآن وأحكام العبادة وأحكام الصلاة إذن القرآن جزء من الرسالة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وهذا القرآن الذي هو جزء من الرسالة يجب أن يقرأ جزء من أين في الصلاة ولا يجب في مكان آخر تلاوة القرآن خارج الصلاة ليست واجبة إلا أن تجب بحكم استثنائي مثلا بحكم النذر أن ينذر الإنسان نذرا أن يقرأ القرآن تلك حالات استثنائية لا شأن لنا بها أنا أتحدث عن الحكم الأصل هل يجب قراءة القرآن على الإنسان خارج الصلاة لا يجب ذلك هناك استحباب مؤكد هناك حث على قراءة القرآن على التدبر في آياته ذلك شأن آخر إنني أتحدث عن الوجوب الشرعي القطعي الوجوب الشرعي القطعي فيما يرتبط بقراءة القرآن هو في الصلاة فقط في الصلاة الواجبة وحتى وحتى في الصلوات المندوبة فإنها لن تكون صلاة من دون قراءة القرآن فيها فلا بد من قراءة القرآن في الصلاة نحن نتحدث الآن في جزء من الموضوع في الصلوات الواجبة إذن القرآن تجب قراءته شرعا وجوبا قطعيا في الصلاة ويجب الإنصات للقرآن على المأموم في الصلوات الجهرية إذا كان يسمع صوت الإمام يجب عليه الإنصات الآية في مصداقها الأول في معناها الأول تقصد هذا وهذا واضح من أحاديثهم قد يجب الإنصات للقرآن في مواطن أخرى مثلا على سبيل المثال في المجالس العامة عادة ما يستهين الناس بالقرآن فحينما يبدأ قارئ القرآن يقرأ الناس تنشغل بالحديث أو تنشغل بقراءة جريدة أو مجلة هذه إهانة للقرآن يجب هنا الإنصات والاستماع هذا الحكم فيه تفاصيل لكن العنوان الأول العنوان الأول العنوان القطع الأول لوجوب قراءة القرآن في الصلاة والوجوب الإنصات فيما ذكرته في صلاة الجماعة يجب على المأموم أن ينصت في الصلاة الجهرية لقراءة الإمام إذا كان قادرا على الاستماع والإنصات يجب عليه ذلك القرآن جزء من الرسالة والذي يجب أن يقرأ في الصلاة الواجبة هو جزء من القرآن أن نقرأ الفاتحة مع سورة أخرى هذا هو الواجب بينما الرسالة بكلها والقرآن جزء منها ماذا قالت الآية السابعة والستون بعد البسملة من المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والصلاة هو وجه ديننا الصلاة وجه الرسالة ما ديننا رسالة محمد صلى الله عليه وآله فهل يعقل أن شيئا من القرآن يجب أن يقرأ في الصلاة يجب أن يقرأ في الصلاة والشهادة لعلي بالولاية لا تقرأ في الصلاة وهي الأساس والأصل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أي منطق هذا أي منطق هذا الصلاة وجه دينكم هكذا قال رسول الله ونهانا أن نشين وجه ديننا وهل هناك من شيء نلحقه بوجه ديننا من أن نجعل هذا الوجه أعور بل أعمى كذاك الذي قال لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا أشار إلى أحد قتلت الزهراء ألا لعنة الله عليهم فماذا قال له أمير المؤمنين قال أما إنك لأعوار إما أن تعمى وإما أن تبصر ووالله إن الذي يعتقد أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة له أعمى وأغبار وأثوى أو طايع حظة أو طايع صبغة من رأس إلساس تتفقون معي براحتكم لا تتفقون معي براحتكم أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حر فيما أعتقد نذهب إلى فاصل